اشتركوا في القناة جماعة بيقول لي اف ساين انجل ايه بخمسة على تلاتاشر وانجل ايه انكلودت بتوين كذا وكذا عايز ساين تو ايه كوزين اهم قصة عندي ان انا اجي ارسم الانجل بتاعتنا هو بيقول من باي اوفر طول الباي من باي اوفر طول الباي بقى الانجل بتاعتنا موجودة في الساكند كوادراند برسمها بديلي معلومة ان الساين عبارة عن اوبزت على الهايبوتنس الابزت بتاعنا بخمسة الهايبوتنس بتلاتاشر يبقى الادجيسنت اوتوماتيك هيساوي اتناشر ولكن ولكن ايه حضرتك ان المفروض ان التولف دي هتبقى بالاقي يا جماعة بالنجد وطبعا معروف خلاص كلمة ساين تو ايه هو حضرتك انت رسمت انجل مين رسمت انجل ايه اما انت عاوز ايه انا عاوز ساين تو ايه ساين تو ايه ايه كوال ليه تو وبعدين ساين ايه كوزاين ايه وتشتغلها من هنا وتعوض طبعا عاوز كلمة كوزاين اتنين ايه حاجة من الثلاث اشكال يا كوزاين باور تو معنى ساين باور تو او وان ماينس اتنين ساين باور تو او اتنين كوزاين باور تو ماينس الوان ادي وان ماينس اتنين وادي كلمة ساين باور تو ايه متى انا بحب الفورم دي واجبها من الرسمة بعد كده بيقول لنا هنا ايه prove that ان القصة دي كده خزع بلادي انا شايف ان الليفت هنصيد هو اللي فيه شغل اسبت ده حاضر بقول لحضرتك ايه البي يعني 180 sign 180 minus سيتا 180 minus angle موجودة في السكند طب الساين في السكند تطلع بالبوست بيدلنا الساين 2 سيتا على 1 minus وبعدين عندي كلمة cosine 2 سيتا cosine 2 سيتا لها 3 اشكال عندي هاختر الشكل اللي ضيع لي الواحد ده طبعا عندنا 2 cosine power 2 minus 1 وهو minus 1 وهنا في ناية في البوست 1 معه وانا حيبقوا 2 لكن لو انا اخترت كوزين 2 سيتا عبارة عن 2 cosine power 2 سيتا minus 1 ده هيزبط معايا الكلام 2 cosine power 2 minus 1 هيزبط الكلام ده negative times negative equal اللي بوست فيها مستر يبقى بلاش ده يبقى المفروح اعملها 1 minus 2 sine power 2 سيتا يبقى انا ضيعت الواحد ولما ضيعتهوش ضيعته تمام زي الفول الكلام ده هيساوي اللي فوق sine 2 سيتا وخلي بالك الكلام على سيتا يبقى لازم تقطع لي الانجل دي sine 2 سيتا equal to sine cosine والانجل طبعا بتتقسم على الاتنين طب وتحت ما هو native طبعا native equal to positive وقادي اتنين وقادي كلمة sine power 2 اللي هي عبارة عن sine سيتا وبعدين sine سيتا كمان مرة علشان ما تزعلش اللي اتنين راحت راحت sine على sine راحهم cosine على sine بكوتان كوتان مين يا برينس؟ كوتان سيتا اللي هو الright hand side تمام؟ ثلاثة اعايز ايه؟ اثبت ان sine power 2 half 1 minus cosine 2 سيتا او اتنين ايه خلاص بقى الموضوع انتهى انا هاخد الright hand side اللي هو عبارة عن half وبعدين هفتح براكت وحاعمل واحد ومينس وبركت تاني وحاجاب له دلوقتي كلمة cosine 2 ايه cosine 2 ايه عبارة عن وان ماينس اتنين وادى كلمة sine power 2 الايه واقفل اهو واقفل الاصلي طب الكلام بتاعنا ده بيساوي الهف برا زي ما هي وادى البركت زي ما هو طيب 1 minus 1 راحهم native native بوسطف حيديلنا اتنين sine power 2 انجل ايه اقفل البركت بتاعهم طب half time is 2 يبقى الكلام بيساوي sine power 2 ايه thank you equal للright او للليفت هند يا جماعة left hand side بعد كده بيقول لي find the value of 22.5 سهلا ما هو كلمة sine 22.5 في حد ذاتيها انا مش حارف اجيب اما ليه هاتلي الpower 2 بتاعها اللي هي بتساوي زي ما انت يعني انت اثبتت له علاقة لازم تستخدمها لإيجاد اللي هو عايزه عبارة عن half وبعدين add times add 1 minus وادي كلمة cosine واثنين ايه طب اساسا انجل ايه باثنين وعشرين ونص في اثنين بخمسة واربعين اقفل يبقى الكلام بيساوي add half و times 1 minus cosine 45 اللي هي root 2 over 2 ما تزعلش نفسك بقولك ايه ايه رأيك ان الواحد دا لو خليته 2 على الاتنين ليه يا مستر بتوجع قلبنا ليه يا مستر علشان يبقى عندك command denominator تعملهم minus حاضر يا مستر يبقى الواحد دا هعمله لك اتنين على الاتنين عادي علشان بعد كده اقولك الكلام دا بيساوي add half و bracket و fraction و 2 و 2 minus root 2 حلو كده حلو يعني الكلام دا يعني الكلام دا حيساوي الكلام دا حيساوي عبارة عن 2 minus root 2 على الاربعة طبعا عايز sign بس يبقى المفروض انه sign 22 و نص من غير power 2 المفروض اكتب postif or native لكن انا حكتب postif بس square root العدد دا شميعنا postif بس لنهية الانجل 22.5 انجل اكت موجودة في first quadrant all all the trigonometric functions are a are postif يبقى معنا كده ان الاجابة بتاعتنا هتبقى square root of 2 minus root 2 divided by 4 ممكن الاربعة دي تطلع برا خالد بكما جماعة باتنين وتبقى هيدي الاجابة بتاعتنا اربعة مبدئيا خمسة sign a تمام يبقى عندك هنا كلمة sign a اي معلومة اخدها from ها علشان تعرف تستخدمها ازاي sign a 3 وانجل ايه موجودة في first quadrant يلا مفيش وقت اعمل انجل ايه اللي موجودة في first quadrant وحط البيانات بتاعتها اللي هو opposite على hypotenus وطلع الاجيس انتبار باربعة ايه كلام الكبير ده وهي موجودة في first quadrant خلصنا عايز cos 2 a زي 90 اه راجل اه طب اقولك ايه انا عاوز عندي كلمة cos 90 plus 2 ايه يا مستر لا ده ايه المشكلة يعني 2 ايه زي 90 ايه 90 زي 2 ايه طب هو 90 plus هو 90 plus angle موجودة فين angle موجودة في second يبقى الكوزاني يطلع بالايه بالنيجيتف والكوزاني يتحول يبقى يبقى sign يبقى sign مين 2 ايه ماشي مبدئيا كده الكلام هيبقى على negative وربنا يساهل sign 2 ايه عبارة عن sign sign 2 ايه عبارة عن 2 sign ايه كزعين ايه حلو الكلام عظيم الكلام وبناء على الكلام بيساوي نيجيتف اد 2 وبعدين مبدئيا مبدئيا هو دلوقتي بيقول لي هنا sign angle ايه 3 على 5 عاوز يقول ان angle ايه مفروض ان هي في ايه وزي ما هو قال بال ايه بالبوسطف بس كلمة 90 plus cosine لازم تطلع بالنجيتف يا عيال زي ما احنا عملنا كده 90 plus angle موجودة غصب عني في second quadrant والقوزين في second بالنجيتف وسين 2 ايه والنجيتف نزلت وسين 2 ايه ب2 sine cosine يبقى نجيتف 2 اهي برا وسين ايه و times cosine اي الانجل ايه موجودة في مرسومة قدامك ايه السين بتاعتها ب3 على 5 والقوزين بتاعتها ب4 على 5 يبقى اجابتنا 2 3 4 نجيت 24 على 25 نجيتف 24 على 25 الاجابة هنا جماعة ناقصها نجيتف خمسة تان ايه بكذا وتان بي بكذا وانجل ايه وانجل بي موجودين في الفرست كوادراند وهو طالب مني تان اذا 2 بي بتساوي 1 ماشي هي الاعاقة كلها في قصة 2 بي طب هاتلي كده تان ا زائد 2 بي هي تان الانجل دي عبارة عن ايه عبارة عن تان الاولى زائد تان التانية over one minus ten 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 ايه ten two b بس كده yes بس كده طب بقولك بقولك ايه تان ايه مقدورة عليها تان two بي انا هجبها لك من فيه هات هي برينس الوحدك هقولك ان ten ten two b equal to ten b over one minus ten power two b يبقى ten to b بتساوي ادي two times ten انجل b بواحد على التلاتة over واحد مينس حاجة لل power two مين هي ten انجل بي اللي هي واحد على التلاتة يبقى فوق عبارة عن two over three divided by واحد على تلاتة لل power two يعني واحد على تسعة واحد مينس واحد على تسعة يدلنا تمانية على تسعة على فكرة جماعة لما يبقى عندي fraction over fraction من حق ان انا اختصر اللي فوق الاول مع التالت والتاني مع الرابع طب هيديلك واحد على وتمانية هيديلك هنا اربع على بعد لك كده ممكن تحطيها على الكالفليتر عادي يعني بس تعلم divided by two طب divided by three هيديلك هنا كام واحد divided by three هيديلك هنا كام تلاتة طب واحد على واحد اللي هو يعتبر كام واحد على مين على اربعة على مين على تلاتة اللي هو القصة بتاعتك هنا ان ten to b في النهاية خالص يديلك تلاتة على الاربعة ما علينا عيش بقى هنا القصة بتاعتك طب ten angel a بواحد على سبعة ten to b اللي هي بتلاتة على الاربعة واحد مين حاجة تايم حاجة ten angel a بواحد على سبعة وتان to b اللي هي التلاتة على الاربعة يطلع بكلام الكلام ده جماعة لازم يطلع بواحد السؤال اللي بعده ماشي جماعة شو ذات ان الكلام ده كله equal sine 5 x ماليش دعو 1 minus 2 sine power 2 angle ده كده اسمه cosine double الانجل اللي هي مين اللي هي مكتوبة دي اللي هي pi over 4 minus 5 x على الاتنين طب الكلام ده بيساوي cosine اهي طب الاتنين هتبقى pi over 2 minus 5 x طب cosine pi over 2 يعني 90 minus يبقى cosine تتحول تبقى هدي sine والانجل زي ما هي اللي هي 5 x الاجابة بالفعل هي تعتبر مين يا شباب right hand side يلا بينا سبعة بيقول لي prove that عايز ايه قال لي اثبت اني tan 45 minus اي equal الفيلم الجميل ده عنية الاتنين حاضر tan ده عبارة عن tan انا باخد tan side tan 45 minus tan ايه over tan الاولى minus tan التانية over one plus tan 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 45 tan ايه tan حاجة minus حاجة tan minus tan over one plus tan tan طب واحدة واحدة يلا بينا نعوض tan 45 ب 1 minus tan angel a divided by 1 زائد tan 45 ب 1 يدي tan angel a اللي هو الكلام ده بيساوي بيساوي مين هو انا خلصت انا هعمل شوية simplification مش اكتر من كان يلا بينا يلا مبدئيا كده الواحد ده كأنه واحد على واحد بقى انا عندي هنا في minus والتاني عبارة عن sin angel a على cos angel a وده one over one طب وهنا 1 over 1 plus التاني اللي هي sin angel a على cos angel a جماعة الموضوع كله خلص بس شوية simplifying يبقى معنا كده ان اللي في هو هعمله fraction واحد اعمل دول times بقت cosine angel a اعمل دول times بقت cosine a اعمل دول times بقت sine angel a وبينهم علامة minus طب وتحت دول times بقت cosine a ودول times بقت cosine a تاني ودول times بعد sine a وبينهم علامة plus انا خلصت السؤال عندي cosine a مع cosine a روحهم يبقى كلام بتاعنا ده بيساوي cosine angel a minus sine a على cosine a زائد sine a يعني زي ما هو عاوز بالزبط تمانية اي تينك ان هي مفاهاش ادنى مشكلة انجل ايه حرسمها موجودة في الفرست كوادرانت يا جماعة وبسميها باسمها اسمها ايه اسمها ايه الساين عبارة عن اربعة وخمس يلا بينا نرسم الانجل التاني اللي هي انجل بي موجودة من by over tool it means second quadrant اهو 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 وحسميها باسمها اللي هي انجل بي والمفروض ان انا عندي الساين برضو عبارة عن خمسة هيبوتنس ب13 اوتوماتيك ده هيسوي 12 ولكن هيبقى بالنجته تمام عايز ايه بقى وذاو تيوزيك لقدر فاين ده 10 طو ايه عنده كوزاين مينس مش عارف ايه طب هي 10 ايه عبر عن مين 2 تان ايه over 1 minus 10 وان ايه موجودة طب كوزاين ايه مينس بي كوزاين ايه مينس بي عبر عن كوزاين كوزاين ساين 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 مفكوك بتساوي 2 10A over 1 minus 10 power 2A ونعود تعويض مباشر طب انا عندي هنا كلمة cosine cosine A minus B الدرس اللي قابله cosine to angles عبارة عن كوزين وبعدين sine وترتيب الانجل زي ما هو فيه minus يبقى فيه وينهم plus وهنا A وهنا B وهنا A وهنا B وعوض واشوف الدنيا رايحة فين يلا بينا رقم 9 اعتقد ان هي ما فيهاش ادنى مشكلة برضو حارسم انجل A بس اخد بالي وانا برسمها هي موجودة في انهي كوادراند جماعة من buy over tool الباي يبقى انجل A موجودة في السكند كوادراند اهو اهو وبسميها باسمها المعلومة تلاتة خمسة اربعة ولكن بالنيجاتف طب انجل B بيقول لي النيجاتف اتناشر على تلاتاشر ولا انا شايف اساسا النيجاتف اتناشر على تلاتاشر دي وحارسم انجل B اللي هو بيقول لي موجودة من buy لتلاتة buy على الاتنين هو عاوز يقول ان هي موجودة في الثرد كوادراند اهو اهو وبسميها باسمها انجل B اللي هي من فين لفين الكوزاين يعني adjacent باثناشر وهيبوترس باثناشر يبقى اوتوماتيك ده حيسوي خمسة ولكن اللي اتناشر بالنيجاتف وكمان الخمسة بالنيجاتف انما الهايبوترس في اي كوادراند لازم يكون بالبوسطف عايز ايه عايز ساين اتنين ايه عندك ايه عايز كوزاين اي بلس بي عندك ايه كوزاين اي بلس بي كوزاين كوزاين ساين ساين بينهم بلس حيبقى بينهم ايه مينس مش بلس رقم عشرة جماعة نفس القصة انا مش شايف ادنى مشكلة حرسم انجل ايه موجودة في الساكند كوادراند وانتهى الموضوع بتاعها انجل ايه اهي وخلي بالك الساكند كوادراند اهو وبسميها باسمها اهو والمفروض ان التانع بارا عن خمسة وهنا حيبقى اتناشر ده حيبقى تلاتاشر ولكن ده حيبقى بالنيجاتف ده انجل ايه هو عاوز تان تو ايه ما تفكها بالضبل انجل عاوز ساين تو ايه ما تفكها بالضبل انجل والقصة بتاعتنا برضو انتهت خلاص كده كوريكشن للجزء الاولاني من الهومرك اللي احنا كنا واحدينه نكمل الدرس نكمل بقية الايه الكوريكشن ان شاء الله سلام عليك